شاهدين نسيب حضرتكم دلوقتي مع مجاز الأهم وآخر الأنباء مع دينا تفضلي يا دينا شكرا لك بسانت التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح سيسي بضمان العودة الآمنة للمصريين من السودان وكذلك توفير ما يلزم من خدمات إغاثية وطبية وغذائية وذلك في المعابر البرية بين مصر والسودان في ضوء الدور الذي تقوم به مصر حكومة وشعبا في الوقوف بجانب الشعب السوداني الشقيق في الأزمة الراهنة التي يمر بها جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين في إطار المتابعة المستمرة لعملية إجلاء المواطنين المصريين من السودان الشقيق أعلنت الخارجية السعودي أن ممثلين من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بدأوا محادثات تمهيدية في مدينة جدة وذلك لحل الأزمة السودانية يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الجيش السوداني أن الموقف العملياتي مستقر في جميع مدن البلاد إلا من بعض المناوشات مع قوات الدعم السريع التي تتوزع في أجزاء من مدن العاصمة الخرطوم وأوضح الجيش السوداني في بيان له أنه تم القبض على عدد من قناصة الدعم السريع واستلام بحوزتهم من أسلحة القنص مشيرا إلى أنه تم رصد هروب مجموعة من قوات الدعم السريع على مدن أربعين عربا متجهة إلى غرب السودان كما جددت القوات السودانية دعوتها إلى قوات الدعم السريع للاستفادة من قرار العفو هذا وقد ارتفع عدد قتل الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى أربعمائة واحدة وثمانين شخصا وأكثر من ألفين وخمسمائة مصاب وأوضحت نقابة أطباء السودان أنه يوجد العديد من الإصابات والوفيات لم يتم حصرها بعد لصعوبة التنقل والوصول إلى المستشفيات خاصة في ظل الوضع الأمني في البلاد وفق وزراء الخارجية العرب خلال دورة طارئة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري على عودة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية وأكد وزير الخارجية سامح شكري أن جميع مراحل الأزمة السورية أثبتت أنه لا حل عسكري لها مشيرا إلى أن مصر حذرت منذ بداية الأزمة من تداعيات الصراع المسلح في سوريا ومحاولات الحل العسكري انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن الحزب الجمهوري بسبب عدم اتخاذ أي إجراءات في أعقاب إطلاق النار الجامعي الأخير بولاية تكسس الذي أصفر عن مقتل تسعة أشخاص ودع بايدن مجددا الكونغرس إلى إصدار حظر على الأسلحة الهجومية ونتيجة لحوادث إطلاق النار المتكررة بالولايات المتحدة طرح عدد من أعضاء المجلس الشيوخ مجددا قانونا فيدراليا لحظر الأسلحة الهجومية وتشريعا يرفع السن القانونية لشراء الأسلحة إلى 21 عاما إلى أنه لم يتم التوصل لاتفاق بعد ختم مجزء التاسعة فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر